ماذا تعرف عن شجرة الزقوم وماذا لو سقطت قطرة واحدة منها على أرضنا اليوم ولماذا هي الطعام أهل النار هذا هو موضوع لقاؤنا اليوم أيها الأحبة أنا لدي هنا حديث مرعب والله أيها الأحبة حديث مليء بالرعب مرعب بالنسبة للمقصرين بالنسبة لمن ينكر هذا الإله العظيم مرعب بالنسبة لمن غفل عن الله عز وجل وظلم نفسه ولكن بالنسبة للمؤمن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن هذه الشجرة التي تنبت في أصل الجحيم دعوني أول شيء أيها الأحبة أتأمل معكم هذا الحديث العظيم ثم نحاول أن نتعمق قليلا في موضوع الطعام أهل النار لكي نتجنب هذا المصير الأسود النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه صلى الله عليه وسلم قطرة من شجرة الزقوم تصوروا أحبة في الله لو نزلت هذه القطرة يعني القطرة كم سيكون حجمها مليمتر مكعب مثلا أو سنتمتر مكعب مثاليا تصور أن هذه القطرة الصغيرة لو نزلت على الأرض لأفسدت معيشة أهل الأرض من رائحة هنتنا ومن التلوث الذي تحدثه على الكرة الأرضية طب كيف بإنسان يعيش ويتغذى على هذه الشجرة الحقيقة العقل أحيانا أيها الأحبة يتوقف لا يستطيع أن يتخيل حجم العذاب الموجود في نار جهنم تصور أن إنسانا يأكل من شجرة الزقوم ويأكل بشراها لأن الجهنم فيها جوع أيضا لأن هؤلاء أيها الأحبة الذين تحدوا الله عز وجل ظلموا الناس استكبروا أكلوا أموال الناس ظلموا الناس هؤلاء لم يتوبوا إلى الله مصيرهم أن يأكلوا من هذه الشجرة طبعا الله عز وجل يقول عن هذه الشجرة إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم يعني التصور أن هذا الكافر في نار جهنم يتغذى على هذه الشجرة التي تبلغ حرارتها ألاف الدرجات المئوية هي التنمو تمبت في أصل الجحيم فعندما يأكل منها تلهب أمعاءه وتلهب بطنه ولكنه يأكل بشارها مما يدل على أن العذاب الذي يتعذبه أكبر من ألمه أكبر من هذه الشجرة في سورة الواقعة ماذا قال تبارك وتعالى يقول عز وجل ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم العطشة يعني العطشان هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون طيب يا أخي والله الله أعطانا عقل يعني لماذا ينكر الإنسان وجود الله لماذا يغفل عن الله يعني معقول هناك مصير مرعب ينتظر الكثير من البشر كثير من البشر ومن الجن مصيرهم سيكون في جهنم طيب لماذا يعني ما الذي يجعل الإنسان يلقي بنفسه في جهنم من أجل ماذا انظروا اليوم أيها الأحبة كثير من الناس ليسوا فقط غافلين عن الله عز وجل بل لا يبالي يأكل الحرام يظلم يفعل أي شيء من أجل فقط لذة مؤقتة من أجل متاع قليل هو الدنيا بس سبحان الله يعني الإنسان يخاف والله أيها الأحبة لذلك هذه رسالة أخي الحبيب إذا كنت مقصرا في حق من حقوق لا سارع سارع إلى التوبة سارع إلى الصلاة سارع إلى عمل الخير سارع إلى بر الوالدين سارع لأي عمل يرضي الله سبحانه وتعالى لكي تتجنب هذا المصير النبي عليه الصلاة والسلام يقول ناركم في الدنيا يعني جزء من سبعين جزءا من نار جهنم يعني النار على سطح الأرض درجة الحرارة التي تسمى حرارة الموقد فيزيائيا يعني الحرارة العادية تصل إلى ألف ألف ومئة درجة تقريبا تصور أن هذا الرقم اضربه بسبعين يعني إذا اعتبرنا حرارة النار على سطح الأرض اعتبرناها ألف درجة أو ألف ومئة درجة يعني جهنم حرارتها درجة حرارتها سبعين ألف أو سبع وسبعين ألف درجة طيب من يتحمل هذا؟ نحن الشمس عندما يعني تبلغ درجة الحرارة على سطح الأرض أربعين درجة الإنسان لا يطلق نفسه كيف بسبعين ألف درجة؟ طيب ومن أجل ماذا يحرق نفسه في نار جهنم؟ ثانيا هذا كما وصفه الله إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان لماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا تصور أن السماوات أشفقت من الأمانة الأمانة هنا أيها الأحبة يعني يمكن أن نطلق عليه حرية الاختيار أنك أيها الإنسان رضيت أن تكون صاحب قرار أنظروا إلى الشمس القمر الجبال ليست صاحبة قرار هذه المخلوقات هي تسبح الله تعمل بأمر الله لا تشذ ولا تعصي أمر الله الشمس كل يوم تشرق لا تستطيع أن تقول أنا غدا لن أشرق مثلا أو غدا لن أشاع الضوء على أهل الأرض لا هذا الجبل مهمته أن يثبت الأرض فلا يستطيع أن يقول أنا سأغادر مكاني وأترك هذا العمل لا فهذه المخلوقات مسيرة رفضت أن تحمل الأمانة وتكون صاحبة قرار الإنسان حمل الأمانة وبالتالي هذا الإنسان وصفه الله بأنه كان ظلوما جهولا فلكي لا تكون ظلوما جهولا أخي الحبيب سارع منذ هذه اللحظة أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى وكلما دعتك نفسك أن تظلم أحدا أو تأكل مال أحد أو تأكل الربا أو تفعل معصية أو تنظر إلى ما حرم الله مباشرة تذكر هذا الحديث أن شجرة الزقوم التي هي طعام أهل النار لو نزلت منها قطر على الأرض لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم فتذكر هذا الأمر وعد إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا عذاب النار وأن يجيرنا من عذاب النار وهنا لابد أن أختم أخي الحبيب أن النبي كان يكثر من قوله تعالى اللهم أجرني من النار يعني كان يحرص أن يقول هذا الدعاء سبع مرات بعد الصلاة وبخاصة صلاة الصبح كان يستعيذ بالله من عذاب النار وكان يستعيذ بالله من عذاب النار بعد التشهد في كل صلاة أيضا وكان أكثر دعائه اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف الحقيقة ورأى في رحلة المعراج رأى عذاب الله وبالتالي أصبح في حالة تعوذ من الله أن يحفظه من هذا العذاب وهو رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فماذا عنا نحن اليوم؟ لذلك أرجو أن نستعيذ بالله من عذاب النار ومن طعام أهل النار أيضا ومن شجرة الزقوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة